في أولى الأخبار لهذا المساء ومتابعة للمنتخب السعودي لكرة القدم الذي من المنتظر أن يصل في هذه اللحظات إلى مالبورن الأسترالية لمعسكر إعدادي يسبق مواجهته مع المنتخب الأسترالي في واحدة من المباريات الحاسمة له للوصول إلى المونديال العالمي المقبل الأخفر كان قد غادر يوم أمس وسطا مباشرة بعد أن انتظم لعبه في المعسكر لم يكن هناك معسكر في الرياض إنما تجمع أولي ثم مباشرة المغادرة وسط أمال كبيرة وتطلعات أن يحقق إن شاء الله حضورا جيدا من المنتظر أن يخوض إن شاء الله مباراة ودية مع البرقوة ثم بعد ذلك سيكون في مواجهة هامة وصعبة أمام المنتخب الأسترالي أستاذ الكريم المنتخب السعودي معسكر مبكر مباراة ودية ومباراة ودية سيكون أمام خيارات كبيرة أو إن كانت صعبة لكنه في النهاية احتاط لها ربما بهذا المعسكر ترى أن الأمور قد تكون لمصلحتها هي الفرصة ما هي مستحيلة لأنه إذا فاز إن شاء الله راح يتاهل لكن برضو في المرحلة المقبلة سيكون وضعه أصعب لأنه سيواجه منتخبات قوية أنا ملاحظ في الفترة التي فاتت في شغل في عمل كبير في المنتخب منذ أن استلم الأستاذ محمد المسحل إدارة المنتخبات لاحظنا كثير من العمل وليس فقط على الجهاز الفني وإنما أيضا على الجهاز الإداري أنا سامع أن هناك أيضا تركيز على الجانب النفسي بالنسبة للفريق وهذا شيء جميل في اتصالات كانت مع بعض الناس المختصين بالتطوير تطوير الذات والقدرات مثل الدكتور إبراهيم الصيني وآخرين وهذا شيء جيد أنه إدارة المنتخبات تنتبه لجميع الجوانب وليس فقط لجانب الفني برأيك هذه جوانب مهمة؟ جوانب جدا مهمة أطلاق القدرات أو ما يسمون نعم تطوير القدرات أو تطويرها وهذا شيء مهم جدا ونجح كثير من الأندية فيها والمنتخبات العالمية تستعين بمثل هؤلاء وإحنا عندنا مساعد ريكارد عنده ماجستير في الطب النفسي وهذا شيء جيد جدا إذا ما يحتاج الجهول؟ لا لا يحتاج في ناحية واحدة رجال أنه الأسباني هذا اللي عنده ماجستير وإحنا مثل الدكتور الصيني هذا سعودي وعارف اللعبين وعارف البيئة أقرب لطبيعتهم أقرب لطبيعتهم وهذا شيء مهم جدا كون المعسكر يقام الآن قبل عشر أيام تقريبا من بداية أو من المباراة المنتظرة يعني هذه المدة الطويلة هل ستكون مؤثرة تأثير إيجابي أم سلبي؟ أنا أعتقد أنه تأثير إيجابي إيجابي وفي تأثير إيجابي سابق بالنسبة للمنتخب وهو بعكس لما بدأت التصفيات لما بدأت التصفيات لم تكن لياقة بالنسبة لللاعبين متكاملة جدا والآن دخلوا في الدوري ولعبوا مباريات عديدة في الدوري وأصبحت لياقتهم أفضل من لياقتهم في بداية التصفيات وهذا شيء مهم جدا المعسكر ما هو طويل مرة يعني وإنما مناسبة أرى من جهتي وهذا سيساعد المنتخب في بعض فترات التصفيات حتى ما لعبنا ولا مباراة ولا شفنا قدرات لعبين أو كان جاء ريكارد متأخر ولم يلعب أي مباراة الآن هو عرف اللاعبين واستعان أيضا بلعبين شباب ممتازين الآن سيلعب مباريات وسيكون هناك عنده الطلاع تام الآن بيكون قدرات كل العالي الآن عنده الطلاع تام وأنا الآن يعني أرى أنه يجب التركيز الآن على المدرب نفسه وليس على اللاعبين أو على لاعبي المنتخب الأسترالي وهم أوروبيين وهم محترفين أوروبا لابد يا رجا من وجهة نظري أنه استفيد من ريكارد من جميع النواحي ليس فقط من ناحية الفنية وإنما من جميع النواحي وهذه ترى مشكلتنا في كثير من الأندية يعني يجي المدرب أن نستفيد منه في الجانب الفني فقط ولا يستفيد منه في الجوانب الأخرى أيضا لا بد أن يكون هناك وكما هو الحال في علم الإدارة وأنه يكون هناك موصل جيد بين الأجهزة الفنية واللعبين يعني إذا ما استطلت يعني خلنا نجي من مثال أنت لو جبت مولد كهربائي بعشرة ملايين دولار لنفره ولم يكن عندك الموصل الجيد للكهرباء سيحترق هذا المولد وستخسره إذن لابد من هذا المولد أو هذا النظام اللي يربط بين المدرب وبين الإدارة وبين اللاعبين إذن عندنا إحنا أضلاع ثلاثة رجع المدرب اللاعبين الإدارة محتاجين لتوصيل أما أن يكون مدير الفريق أو أن يكون أي شخص آخر مناسب للتوصيل بين هذه الأضلاع في النهاية كان يمكن الدكتور توركي العواد كان له رأي في هذه المعسكرات الطويلة باعتبار أنه لا مارس هذه الدور قال أننا كنا نمل من مثل هذه المعسكرات تتوقع هذه المسألة تحدث هذه رجع ما هي طويلة جدا يعني كم يوم هي عشرة أو أكثر من عشرة أيام أي ما هي طويلة الطويلة ممكن تقول شهر شهرين هذه معسكرات مرة طويلة تحتاج هذه مملة مرة ترجمة نانسي قنقر